تزداد المخاوف من تصايد القتال في أوكرانيا بعدما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال كوريا الشمالية نحو عشرة ألاف جندي إلى روسيا للتدريب ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 شهد التعاون العسكري بين موسكو وبيونج يانج تطورا ملحوظا إلا أن مشاركة قوات كورية شمالية في الصراع قد تمثل تحولا بارزا كوريا الشمالية كانت واحدة من أربع دول فقط صوتت ضد قرار الأمم المتحدة الذي يدين روسيا بسبب الحرب الأوكرانية وفي يونيو الماضي وقع البلدان اتفاقية دفاع مشترك تشير إلى دعم عسكري متبادل في حال تعرض أي منهما لهجوم لم يكن غريبا أن تثير اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين موسكو وبيونج يانج قلقا شديدا ومخاوف عميقة لدى الولايات المتحدة ولدى حلفائها كذلك وجاءت الاتفاقية لتعزز بشدة مكانة روسيا وكوريا الشمالية التي تحاربان هيمنة الولايات المتحدة وذلك على حد وصف الرئيس الروسي ورغم ذلك أوضحت كوريا الشمالية أن أي انتشار لقواتها في روسيا سيكون متوافقا مع القانون الدولي لكنها لم تؤكد أو تنفي وجود قواتها على الأراضي الروسية من جانبه شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن مساعدة كوريا الشمالية لروسيا في حربها على أوكرانيا خطيرة للغاية مع تأكيد البنتاجون أن كوريا الشمالية أرسلت نحو عشرة ألاف جندي للتدريب في شرق روسيا وقبل ساعات من تصريحات البنتاجون حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي مارك روتا من تعزيز التعاون بين موسكو وبيونج يانج وندد الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانيسكي بما وصفه بتصعيد النزاع محذرا من استخدام روسيا الجنود الكوريين الشماليين على الأراضي الأوكرانية ويقول مسؤولون غربيون أن إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى أوكرانيا يهدد بزيادة الضغوط على الجيش الأوكراني المنهكي بالفعل